بدعم مباشر من النائب الأول لمحافظينين وسيروان روجبياني وبتنظيم من مؤسسة بارزان الخيرية أقيم في مدينة الموصل مؤتمرا ممثلية الفرق التطوعية وذلك بحضور عدد كبير من الناشطين والمتطوعين حيث تم تكريمهم والإشادة بمواقفهم المميزة منذ تحرير المحافظة وحتى الآن في الحقيقة للشباب نينو كان لهم دور مهم لدعم أهلهم ومحافظهم في محافظنين وحتى في العمار اليوم نرى هنا للأسف هنا وهناك هناك من يدعون بأن فلان جيه هم مهندس العمار لمدينة الموصل أو فلان شخص مهندس العمار لمدينة الموصل مدينة الموصل مهندس عماره بأهلها من سيد المحافظ ونائبين سيد المحافظ ومعاونين ورؤوسة وحدات الإدارية ومدراء الدوائر الخدمية والموظفين حتى الفراج مع احتراماتي للتسميات إلى دور في إعمار مدينة الموصل فالموصل للجميع موصل وعراق مصغر فنحن كحكومة محلة نحافظ على هذه العلاقة القوية والمتينة داخل مدينة الموصل فالإعمار بجهود الكل وإن شاء الله بجهود الشباب والأبطال سوف ترجع مدينة الموصل أفضل وحسن من الصابق بمناسبة اليوم العالمي للعمل التطوعي قامت مؤسسة بارزين الخيرية بدعم هذا المؤتمر الذي أقامته فممثلية الفرق التطوعية المشكولين طبعا وبرعاية الأستاذ سيروان الروزبياني النايب الأول لمحافظة دينوى وبحضور أكثر من 250 فريق من المتطوعين ومن شباب مدينة الموصل حقيقة أحنا كمؤسسة بارزين الخيرية والمنظمات المسلمة المدني كان لهم دور كبير لإعادة الحياة ونشر الوعي وتقديم الخدمات بكل مجالاته وأكيد بالتعاون مع شباب أهلنا في الموصل اللي قاموا بعمل التطوعي مع المنظمات ومع مؤسسة بارزين الخيرية فكان لهم جهود جبارة وكان لهم دور بارز حقيقة جهودهم كانت سبيل أن تكون مدينة الموصل أجمل وأجمل من عام 2014 بديت أشتغل بمجال مجتمع المدني خاصة عمل التطوعي والهدف من هذا العمل أن يركز على دور المرأة أن يرى النساء السنجاريات فقط كضحية السحي يعني عدنا هواية معانات بس ردنا أنه الناس يشوفون نحن همين أن نقدر نشتغل نقدم شيء للمجتمع وأنا إذا شوف هسا أنه الفرق التطوعية والناشطين يقدرون يقدمون للمجتمع أكثر من الحكومة حقيقة هسا بمنطقة مالتنا دور الحكومة دور المجتمع الدولي كل شيء ضعيف اتجاه مثلا قضياء الإيزيديات اتجاه مختلفات الإيزيديات المقابرة الجماعية فأحنا لازم يكون عدنا السوت أحنا لازم نشتغل نعتمد على نفسنا حتى نقدر نبني المجتمع